بسم الله الرحمن الرحيم وعلينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت تجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت تجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلا زلنا نقرأ في الرسالة المعنونة بالاقتصاد في العبادات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعرفنا أن هذه الرسالة هي عبارة عن جواب أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن سؤال وجه له عن رجل رغب في الاجتهاد في العبادة ونذر أنه يصوم يوما ويفطر يوما وكان يجد أنوارا وراحة نفسية تترتب على القيام بهذه العبادة إلا أنه مع ذلك يجد مشقة عظيمة ولا يستطيع أن يترك هذه العبادة وهي صيام يوم وفطر يوم مع الوظائف والأعمال الأخرى التي يقوم بها وذلك لسببين تقدم ذكرهما وهما أنه عاهد الله سبحانه وتعالى أن يستمر على هذه العبادة ونذر ذلك والأمر الثاني الأنوار والراحة النفسية التي يجدها من هذه العبادة إلا أنه مع ذلك يجد مشقة عظيمة فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك بجواب مؤلف من عدة عناصر تقدم إضاحة وعرفنا أنه بدأ الجواب بذكر أصلين عظيمين الأصل الأول أن المشروع في العبادات هو الاقتصاد فيها وتقدم معنا الكلام على هذا الأصل بالتفصيل والأصل الثاني هو حكم النذر وتقدم معنا بيانه أيضا بالتفصيل ووقفنا عند قوله رحمه الله فهذا الرجل الذي عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهر وقد أضر ذلك بعقله وبدنه عليه أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه ويكفر كفارة يمين ويكون فطره قدر ما يصلح به عقله وبدنه على حسب ما يحتمله حاله إما أن يفطر ثلثي الدهر أو ثلاثة أرباعه أو جميعه فإذا أصلح حاله فإن أمكنه العود إلى صوم يوم وفطر يوم بالآن مضره وإلا صام ما ينفعه من الصوم ولا يشغله عما هو أحب إلى الله منه فالله لا يحب أن يترك الأحب إليه بفعل ما هو دونه فكيف يوجب ذلك بعد أن انتهى رحمه الله من الكلام على الأصلين السابقين الذين تقدم ذكرهما بدأ يطبق هذين الأصلين على حال السائل وهذا من محاسن الفتوى فإنه رحمه الله قرر الأصل ووضحه ثم بدأ يطبقه على حال الرجل الذي وقع السؤال عنه وبين أن هذا الرجل الذي تقدم ذكر حاله يترتب على ذلك ثلاثة أحكام الأول أنه يجب عليه أن يفطر وأن يتناول من الطعام ما يصلح به عقله وبدنه وذلك لما تقدم معنا من الأدلة من أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل نفسه في المشقة وإذا فعل ذلك فإنه يجب عليه تركه وقد ذكر هذا الحكم في قوله عليه أن يفطر ويتناول أي من الطعام ما يصلح عقله وبدنه فعرفنا أن الرجل المسؤول عنه يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام الحكم الثاني أنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين وذلك لما تقدم معنا من الأدلة الأربعة التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين ونحو ذلك من الأدلة التي تقدمت معنا الأمر الثالث أن فطره يراعى فيه جلب المصلحة ودرء المفسدة وقد ذكر هذا في قوله ويكون فطره قدر ما يصلح به عقله وبدنه على حسب ما يحتمله حاله فيكون فطره تراعى فيه المصلحة ودرء المفسدة وذلك يختلف باختلاف حاله فهو إما أن يفطر ثلثي الدهر وذلك بأن يفطر يومين ويصوم اليوم الثالث أو يفطر ثلاثة أرباع الدهر وذلك بأن يفطر ثلاثة أيام ويصوم اليوم الرابع أو أن يفطر الدهر كله فيختلف ذلك بحسب حاله فإن كان الأصلح له أن يفطر ثلثي الدهر فإنه يفطره يفطره ما وإن كان الأصلح له أن يفطر ثلاثة أرباع الدهر فإنه يفطرها وإن كان الأصلح له أن يفطر جميع الدهر فإنه يفطره وذلك راجع إلى الأصلح لحاله ويستمر على هذا حتى يصلح حاله يستمر على ذلك على صيام ثلثي الدهر أو على صيام ثلاثة أرباع الدهر أو على صيام جميع الدهر بحسب حاله حتى يصلح حاله فإذا صلح حاله وعاد إلى ما كان عليه قبل أن يشتغل بهذه العبادة فإن أمكنه أن يصوم يوما ويفطر يوما من غير أن يترتب على ذلك مضرة عليه فإنه يفعل ذلك وإلا فإنه يصوم ما يستطيعه من الصيام من غير أن يترتب على ذلك لضياع واجب يحبه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فإذا أصلح حاله يعني إذا استمر على ذلك وأصلح حاله وعاد كما كان عليه قبل العبادة التي نذر أن يأتي بها فإن أمكنه العود إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما بلا مضرة فعلى ذلك وإلا صام ما ينفعه من الصيام بأن يفطر يومين ويصوم يوما أو يفطر ثلاثة أيام ويصوم يوما وهكذا فيصوم ما ينفعه من الصيام بأن تترتب عليه المصلحة ولا تترتب عليه مفسده ولهذا قال ولا يشغله عما هو أحب إلى الله منه أما إذا كان يشغله عما هو أحب إلى الله منه فإن ذلك مفسده والمفسده لا يجوز للمكلف أن يدخل نفسه فيها ولهذا قال رحمه الله فالله لا يحب أن يترك الأحب إليه بفعل ما هو دونه فكيف يوجب ذلك وهذه قاعدة عظيمة وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يترك الأفضل من أجل أن يؤتى بما هو أقل منه في الفضيلة بل يحب الله سبحانه وتعالى أن يؤتى بالأفضل ولهذا إذا تعارض فعل الأفضل وفعل المفضول فإن المكلف يأتي بالأفضل لأنه هو الأحب إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان الأمر كذلك وهو أن الله لا يحب أن يترك العبد فعل الأفضل من أجل أن يأتي بالمفضول فإنه لا يترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من أجل أن يأتي بالمفضول من باب أولى ولهذا قال رحمه الله فكيف يوجب ذلك فإذا كان لا يترك الأفضل من أجل أن يأتي بالمفضول فإنه لا يترك الواجب من أجل أن يأتي بالمفضول إذا كان لا يترك الأفضل المندوب من أجل أن يأتي بالمفضول فإنه لا يترك الواجب من أجل أن يأتي بالمفضول لأن الواجب أفضل من المندوب مهما كان فضل المندوب وهذا هو المنهج الرباني الذي شرعه الله سبحانه وتعالى أما المنهج الشيطاني فإن الشيطان يريد من الإنسان أن يسرف في الأمور كلها فإذا رأى الإنسان مائلا إلى الرحمة زينها له حتى لا يبغض له شيئا من محارم الله ولا يغار لما يغار الله سبحانه وتعالى منه هذا إذا رأاه مائلا إلى الرحمة فإنه يزينها له حتى لا ينكر شيئا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى وإذا رأى الإنسان مائلا إلى الشدة فإنه يزينها له حتى إنه يترك من الإحسان واللطف واللين ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به فهذا هو المنهج الشيطاني وهو منهج الإسراف إما في جانب الرحمة وإما في جانب الشدة والله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين بل يحب الاقتصاد في العبادة وفي سائر الأعمال كما تقدم ذلك في الأصل العظيم الذي بدأ به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الجواب ثم انتقل رحمه الله لما ذكره السائل من أن هذا الرجل لما قام بهذه العبادات من إلزام نفسه بصيام يوم وفطر يوم وما يقوم به من كثرة تلاوة القرآن وقيام الليل يجد أنواراً وراحةاً وطمأنينة فلا يريد أن يترك هذه العبادات خشية أن تذهب عنه هذه الأنوار فأجاب رحمه الله بجواب عظيم جداً سوف نقرأ هذا الجواب ثم نعلق عليه يقول رحمه الله وأما النور الذي وجده بهذا الصوم فمعلوم أن جنس العبادات ليس شرًا محضاً بل العبادات المنهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة ولكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى عنها الشارع كما نهى عن صيام الدهر وقيام الليل كله دائماً وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مع أن خلقاً يجدون في المواصلة الدائمة نوراً بسبب كثرة الجوع وذلك من جنس ما يجده الكفار من أهل الكتاب والأميين مثل الرهبان وعباد القبور لكن يعود ذلك الجوع المفرط الزائد على الحد المشروع يوجب لهم ضررًا في الدنيا والآخرة فيكون إثمه أكثر من نفعه وإضاح كلامه هنا أن جنس العبادات ليس مفسدة محظة ليس مفسدة خالصة بل يكون فيها مصلحة والعبادات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها ليست مفسدة خالصة بل يترتب عليها مصلحة لكن هذه المصلحة مصلحة مرجوحة هذه العبادات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها يترتب عليها مصلحة لكن هذه المصلحة المترتبة عليها مصلحة مرجوحة والقاعدة في الشريعة أنه إذا تعارض مفسدة راجحة ومصلحة مرجوحة فإنه تدفع المفسدة الراجحة وإن ترتب على ذلك عدم حصول المصلحة المرجوحة وهذه قاعدة عامة في الشريعة فإذا تعارضت المصلحة والمفسدة وكانت المفسدة راجحة على المصلحة أو كانت مساوية لها فإنه تدفع المفسدة وإن ترتب على ذلك إهدار المصلحة وهذه العبادات التي نهى الشارع عنها فيها مفسدة وفيها مصلحة لكن المفسدة المترتبة عليها أرجح من المصلحة المترتبة عليها فتترك هذه العبادات وإن ترتب على ذلك إلغاء المصلحة المترتبة عليها ومثل لذلك بالأمثلة وهي أن الشارع نهى عن صيام الدهر والصيام نفسه يترتب عليه مصلحة ويترتب عليه مفسدة لكن المفسدة المترتبة عليه أعظم من المصلحة المترتبة عليه كما تقدم بيانه في التأصيل في الدروس السابقة وبناء على هذا فإنه لا يجوز صيام الدهر أو أقل أحواله أنه يكون مكروها كما ذهب لذلك بعض أهل العلم والمثال الآخر قيام الليل كله فالذي يقوم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يترتب على قيامه مصلحة لكن هذه المصلحة المترتبة عليه مصلحة مرجوحة تعارضها مفسدة الراجحة وهي المضرة التي تحصل لالعبد بذلك إما مضرة تلحقه وإما مضرة تلحق بأهله لأنه إذا قام الليل كله سيفرط في حقوق أهله ومن يجب عليه أن يقوم عليهم كما تقدم إضاحه في الدروس السابقة وهذه المفسدة راجحة على المصلحة المترتبة على قيام الليل كله دائما وقوله دائما فيه تنبيه إلى أن من يقوم الليل كله في بعض الأحيان فإنه لا يترتب على ذلك مفسده كما فعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بعض الأحيان كما تقدم معنا إضاحه في الدروس السابقة وكما كان يفعله بعض السلف فإنهم كان بعضهم يقوم الليل كله لكنه ليس دائما وهذا من أجوبة بعض أهل العلم عما كان يفعله بعض السلف من قيام الليل كله فيقولون نعم كان بعض السلف يقومون الليل كله لكن ذلك ليس دائما لأن قيامه دائما يترتب عليه مفسده وهي إما إتلاف نفسه وإما ضياع الحقوق الواجبة عليه كما تقدم معنا بيانه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد الصبح يترتب عليها مصلحة لكن المفسدة المترتبعة عليها أعظم لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وكذلك الصلاة بعد العصر يترتب عليها مصلحة لكن المفسدة المترتبة عليها أعظم وبالجملة فكل ما نهى الشارع عنه فإن مفسدته أعظم من المصلحة المترتبة عليه وهذه قاعدة عامة في الشريعة أن كل ما نهى الشارع عنه فإن مفسدته أعظم من المصلحة المترتبة عليه قال ومن ذلك العبادات التي يقوم بها أهل الكتاب من الرهبان وغيرهم فإنه يترتب عليها مصلحة وهي اللذة التي يجدونها لكن مفسدتها أعظم فكذلك حال الرجل المسؤول عنه في السؤال فإن هذه الأنوار التي يجدها مصلحة مترتبة على العبادة لكن المفسدة المترتبة عليها أعظم من هذه المصلحة ولهذا لا أثر ذلك على جسمه وأثر على عينه ولا أثر على حقوق أهله فهذه الأنوار والراحة التي يجدها مصلحة لكن هذه المصلحة يقابلها مفسدة أعظم منها وهي المفسدة التي لحقت ببدنه ولحقت بأداء حقوق أهله ومن يجب أن يقوم عليها والقاعدة في الشريعة أن المصلحة المرجوحة كمصلحة النور الذي يجده هذا الرجل إذا قابلتها مفسدة أعظم منها فإنها تترك وذلك دفعاً للمفسدة المترتبة عليها قال لكن يعود ذلك الجوع المفرط قوله يعود لعل كلمة يعود زائدة ويكون الكلام هكذا لكن لكن ذلك الجوع المفرط الزائدة على الحد المشروع يوجب لهم ضرراً في الدنيا والآخرة فيكون إثمه أكثر من نفعه وبهذا يستقيم الكلام فيكون قوله يعود لزائداً حتى يستقيم الكلام وقد ذكر رحمه الله في موضع آخر من كتبه كلاماً لطيفاً يتعلق بهذه المسألة وهو أن الأحوال التي تحصل للإنسان من العبادات التي ليست مشروعة مثلها كمثل الأموال المكسوبة بطريقة غير مشروعة يقول الأحوال التي تحصل للإنسان من العبادات التي ليست مشروعة كالنور الذي يجده الرجل في السؤال هذه الأحوال التي يجدها الإنسان من عبادات غير مشروعة مثلها كمثل الأموال المكسوبة بطريقة غير مشروعة فإن الأموال المكسوبة بطريقة غير مشروعة تكون مضرة للإنسان فكذلك الأحوال الحاصلة من عبادات ليست مشروعة تكون أيضاً مضرة للإنسان وهذا كلام في غاية النفاسة وهو أن الأحوال التي يجدها الإنسان من عبادات ليست مشروعة مثلها كمثل الأموال التي يحصلها الإنسان بطريقة غير مشروعة فإن هذه الأموال تكون مضرة للإنسان فكذلك هذه الأحوال التي يجدها تكون مضرة للإنسان ثم تكلم رحمه الله بكلام عظيم جداً على آثار الغلو في العبادة وقال كما قد رأينا من هؤلاء خلقاً كثيراً آل بهم الإفراط فيما يعانونه من شدائد الأعمال إلى التفريط والتثبيط والملل والبطالة وربما انقطعوا عن الله بالكلية أو بالأعمال المرجوحة عن الراجحة أو بذهاب العقل بالكلية أو بحصول خلل فيه وذلك لأن أصل أعمالهم وأساسها على غير استقامة ومتابعة وإضاح كلامه لأنه يقول لهذه العبادات المنهي عنها وإن كان يترتب عليها مصلحة مرجوحة إلا أنه يترتب عليها مفاسد راجحة ثم ذكر ثلاثة من المفاسد أو ثلاثاً من المفاسد المترتبة على هذه الأعمال المنهي عنها المفسدة الأولى لأن الإنسان إذا جاء بهذه الأعمال الشديدة ترتب على ذلك أنه ينتقل إلى الطرف الآخر وهو التفريط والتساهل واتباع الهواء فينتقل من التشديد إلى الطرف الآخر وهو التساهل والتفريط يقول رحمه الله وقد رأينا من هؤلاء خلقاً كثيراً وهذا في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكيف بالأزمنة التي جاءت بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا هو الأثر الأول أن الإنسان إذا تشدد في العبادات وجاء بأمر زائد على ما جاءت به الشريعة فإنه ينتقل من طرف التشديد والغلو إلى طرف التساهل والتفريط والملل والبطالة فبدلاً من أن يكون مجتهداً في العبادة ينتقل إلى الفسق واتباع الهواء وفي هذا يقول في بيان هذا الأثر يقول كما قد رأينا من هؤلاء خلقاً كثيراً قلنا هذا في زمانه رحمه الله فكيف بالأزمنة بعده آل بهم الإفراط فيما يعانونه يعني فيما يتحملونه ويقومون به من شدائد الأعمال يعني من الأعمال الشديدة إلى التفريط والتثبيط التثبيط يعني التثاقل عن الطاعة والملل والبطالة وربما انقطعوا عن الله بالكلية فهم إما أن يضعفوا ويثقلوا وإما أنهم ينقطعون عن طاعة الله ويعملون بمعصية الله سبحانه وتعالى وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان أنه ينقله من الطاعة إلى المعصية هذا الأثر الأول الأثر الثاني أن الإنسان إذا اشتغل بشدائد الأعمال أدى ذلك إلى أنه يشتغل بالأعمال المرجوحة ويترك الأعمال الراجحة وقد ذكر هذا في قوله أو بالأعمال المرجوحة عن الراجحة فبعض الناس يحصل له الأمر الأول وهو الضعف عن العبادة أو الانقطاع عنها وبعض الناس يحصل له الأمر الثاني وهو ترك الأعمال الراجحة والاشتغال بالأعمال المرجوحة والشيطان له طرق كثيرة في إغواء بني آدم فهو إذا استطاع أن يوقع الإنسان في الكفر لم يتردد في ذلك فإذا عجز عن إيقاعه في الكفر اجتهد في أن يوقعه في البدعة فإذا عجز عن ذلك اجتهد في أن يوقعه في كبائر الذنوب فإذا عجز عن ذلك اجتهد في أن يوقعه في صغائر الذنوب فإذا عجز عن ذلك اجتهد في أن يوقعه في المكروهات فإذا عجز عن ذلك اجتهد في أن يشغله بالمباحات فإذا عجز عن ذلك اجتهد في أن يشغله بالمفضول من العبادات عن الأعمال الفاضلة كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله فإذا هذا أثر يترتب على الاشتغال بشدائد الأعمال الأثر الثالث أن الإنسان إذا استمر على شدائد الأعمال فإن ذلك يؤدي إلى ذهاب عقله بالكلية بأن يفقد عقله كله أو أن يحصل له خلل فيه وذلك لأن بدنه لا يتحمل هذا لأن فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطره عليها لا تطيق ذلك فلا بد أن يترتب على هذا لإما ذهاب عقله بالكلية وإما خلل فيه ولهذا قال أو بذهاب العقل بالكلية أو بحصول خلل فيه ثم بيّن السبب الذي يؤدي إلى حصول هذه الآثار وهو لأن هذا العمل لم يبنى على أصل صحيح أن هذا العمل لم يبنى على أصل صحيح ولهذا قال لأن أصل أعمالهم وأساسها على غير استقامة ومتابعة ولهذا كان السلف رحمهم الله كالإمام مالك وغيره من الأئمة يقولون السنة سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وليس لأحد أن يسلك طريقا إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته والقاعدة العظيمة في باب العبادات أنه لا يخرج أحد في العبادات عن الطريقة الشرعية إلا أوجب له ذلك أحوالا فاسدة وهذه قاعدة عظيمة أنه لا يخرج أحد في باب العبادات عن الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أدى ذلك إلى وقوعه في أحوال فاسدة وذلك بحسب خروجه فإن كان خروجه عما شرعه الله في العبادات عظيما كانت هذه الأحوال الفاسدة عظيمة وإن كان خروجه يسيرا كانت هذه الأحوال الفاسدة يسيرة وإن كان خروجه بين ذلك كانت هذه الأحوال بين ذلك ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الشاذلي له كتاب مطبوع اسمه الرد على الشاذلي ذكر فيه قاعدة جليلة نافعة في هذا الباب وقال الأحوال نتائج الأعمال الأحوال نتائج الأعمال وهذا معنى القاعدة التي تقدمت وهو أن الإنسان إذا خرج عن الطريقة الشرعية أوجب له ذلك لأحوال فاسدة بحسب حاله وكذلك الأعمال الصالحة المشروعة توجب للإنسان أحوالا صالحة مشروعة وذلك لأن الأحوال نتائج الأعمال بمعنى أنها مترتبة عليها فالأحوال الفاسدة تكون ناتجة عن الأعمال الفاسدة والأحوال الصالحة تكون ناتجة عن الأعمال الصالحة ثم تكلم رحمه الله على أمر ذكر في السؤال وهو أن الرجل ذكر أنه لتأتيه أحوال ويقول أريد أن أقتل نفسي في الله فما حكم ذلك فأجاب رحمه الله بقوله وأما قوله أريد أن أقتل نفسي في الله فهذا كلام مجمل فإنه إذا فعل ما أمره الله به فأفضى ذلك إلى قتل نفسه فهذا محسن في ذلك كله كالذي يحمل على الصف وحده حملا حملا فيه على منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه يقتل فهذا حسن وفي مثله أنزل الله قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب أن رجلا حمل على العدو وحده فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر لا ولكنه ممن قال الله فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وأما إذا فعل ما لم يؤمر به حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد بذلك مثل أن يغتسل من الجنابة في البرد الشديد بماء بارد يغلب على ظنه أنه يقتله أو يصوم في رمضان صوما يفضي إلى إهلاكه فهذا لا يجوز فكيف في غير رمضان إلى آخر كلامه وحاصل جواب شيخ الإسلام رحمه الله على قول الرجل المذكور في السؤال أريد أن أقتل نفسي بالله أن هذا الكلام كلام مجمل بمعنى أنه يشتمل على حق وباطل ولهذا لا بد من التفصيل فيه وذلك لأن القاعدة في الألفاظ المجملة أنه لا بد فيها من التفصيل لأنها تشتمل على حق وباطل ولا يجوز إجمال القول فيها الألفاظ المجملة لا يجوز إجمال القول فيها بل لا بد فيها من التفصيل ولهذا قال هذا كلام مجمل وعلى هذا فإن قول الرجل أريد أن أقتل نفسي أريد أن أقتل نفسي في الله لا يخلو الأمر من حالين الحال الأولى أن يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به فيؤدي ذلك إلى قتل نفسه فهذا محسن بذلك وهذا كالأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله لكمن حمل على الصف من المشركين وحده وكان هذا الحمل فيه منفعة للمسلمين ويغلب على ظنه أنه يقتل فإن فعله هذا حسن ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الآية أما إن كان حمله على الكفار يعني هجومه على الكفار ليس فيه منفعة للمسلمين فإنه لا يجوز له ذلك فهذا قتل نفسه أي أدى إلى قتل نفسه وهو محسن في هذا لأنه يترتب على ذلك منفعة للمسلمين الحال الثانية الحال الأولى عرفنا أنها أن يفعل ما أمره الله به فيترتب على ذلك قتل نفسه فهذا محسن مثاب عند الله سبحانه وتعالى الحال الثانية أن يفعل ما لم يؤمر به فيعد ذلك إلى قتل نفسه فهذا ظالم متعدي ويكون مستحقا للوعيد وذلك كالأمثلة التي ذكرها الله ذكرها المصنف رحمه الله كمن يغتسل في البرد الشديد من الجنابة وهو يغلب على ظنه أنه إذا اغتسل أدى ذلك إلى قتله فلا يجوز له هذا لا يجوز له هذا الفعل وكذلك من يصوم في غير رمضان صوما يؤدي إلى أهلاكه كمن يصوم الدهر لكله فلا يجوز له ذلك ويكون ظالما متعديا بل إن الإنسان إذا كان صيامه في رمضان يؤدي إلى إهلاكه بأن يغلب على ظنه أنه إذا صام يترتب على ذلك هلاكه لا يجوز له الصيام فصيام غير رمضان يكون من باب أولى ولهذا قال فكيف في غير رمضان يعني أنه يكون من باب أولى ثم قال رحمه الله وقد روى أبو داود في سننه في قصة الرجل الذي أصابته جراحة كما في حديث جابر رضي الله عنه أصابته جراحة فاستفتى من كان معه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا لا قالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال يعني شفاء الجهل السؤال لأن السؤال يترتب عليه العلم فهذا الرجل كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقة وأن يمسح عليها وأن يغسل سائر جسده كما جاء ذلك في الحديث وهذا الحديث فيه بيان سبب من أسباب الغلو في الدين وهو الجهل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال فمن أعظم أسباب الغلو في الدين الجهل وصلاح بني آدم يكون بشيئين الشيء الأول الإيمان وهو يتضمن العلم والشيء الثاني العمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلى الفساد إلا شيئان الشيء الأول الجهل وهو مضاد للعلم وهذا يحصل به الضلال والشيء الثاني اتباع الهوى واتباع الهوى يحصل به الغي كما قال الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى فالجهل ظلال واتباع الهوى غي فصلاح بني آدم يكون بضدهما يكون بالإيمان والإيمان يتضمن العلم وهو ضد الجهل ويكون بالعمل الصالح والعمل الصالح ضد اتباع الهوى ثم قال رحمه الله وكذلك روى حديث عمر بن العاص رضي الله عنه وكذلك روى يعني أبو داود حديث عمر بن العاص لما أصابته الجنابة في غزوة ذات السلاسل وغزوة ذات السلاسل وقعت في السنة الثامنة من الهجرة قال وكانت ليلة باردة فتيمم يعني عمر بن العاص وصلى بأصحابه بالتيمم ولما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنب فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم فضحك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فهذا عمر قد ذكر أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة مأمور بها هي من قتل النفس المنهي عنه يعني من وسائل قتل النفس المنهي عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا الحديث يقابل الحديث الذي قبله في قوله صلى الله عليه وسلم قتلوا قتلهم الله هل سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال يقابل الحديث السابق وهو من فقه عمر بن العاص رضي الله عنه فقد عمل بالعلم فنجا من الهلاك بخلاف الرجل السابق الذي أصابته لا أشجه فقد عمل بالجهل فأصابه الهلاك أما عمر رضي الله عنه فعمل بالعلم فنجا من الهلاك وهذا الحديث فيه دليل على جواز التيمم عند شدة البرد وقد دل على هذا من جهتين الجهة الأولى لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له والإقرار دليل على الجواز والجهة الثانية ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو سمع شيئا وضحك أو استبشر كان ذلك من أقوى أنواع الإقرار بل إن العلماء رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث على ما هو الأعم من التيمم بسبب البرد فقالوا هذا الحديث يدل على جواز التيمم إذا خشي الإنسان الهلاق سواء كان هذا الهلاك بسبب برد أو كان لغير ذلك من الأسباب وهذا الاستدلال استدلال صحيح لأنه يصح أن يستدل بالأخص على الأعم ولا عكس فلا يصح أن يستدل بالأعم على الأخص قال رحمه الله وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة والإجماع كما ثبت عنه في الصحاح لأنه قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ذكر رحمه الله لأن قتل النفس حرام ومن ذلك الحال الثانية التي ذكرها فيما تقدم وهي أنه يفعل ما لم يؤمر به فيؤدي ذلك إلى قتل نفسه فإنه يكون ظالما متعديا لما ذكر هذا ذكر الأدلة وذكر أن الأدلة تدل على التحريم وهي الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم فإن هذا نهي والقاعدة المشهورة عند العلماء أن النهي يدل على التحريم والسنة دلت على ذلك كما في الأحاديث التي سيأتي ذكرها بعد قليل والإجماع القطعي دل على هذا فإن الإجماع يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه أو يقتل غيره بغير حق وهذا إجماع مقطوع به قال كما ثبت ذكر أدلة من السنة قال كما ثبت عنه في الصحاح أنه قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وهو يدل على تحريم قتل الإنسان نفسه لأنه رتب عليه العذاب فقال عذب به يوم القيامة وإذا توعد الشارع على فعل دل ذلك على أن هذا الفعل محرم قال وفي الحديث الآخر عبدي بادأني بنفسه فحرمت عليه الجنة وأوجبت له النار وهذا الحديث أيضا في الصحيحين عن جندب ابن جنادة رضي الله عنه وقوله بادأني بنفسه وذلك بأنه تسبب في قتلها ولهذا قال بادأني بنفسه بنفسه لأنه تسبب في قتل نفسه فحرمت عليه الجنة يعني حرمت عليه دخول الجنة ابتداء لأن المسلم الذي يقتل نفسه أو يقتل غيره متوعد بدخول النار وبحرمة دخول الجنة وأهل السنة يقولون يحرم عليه دخول الجنة ابتداء فيدخل النار إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك فإذا طهره لأخرجه من النار وأدخله الجنة إلا إذا كان مستحلا للقتل فإذا استحل القتل فإنه يدخل النار ولا يخرج منها لأن استحلال القتل كفر لأنه مصادم للكتاب والسنة والإجماع قال وأوجبت له النار يعني أوجبت له دخول النار ولفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده يعني قطع يده بالسكين فما رقأ الدم حتى مات يعني ما توقف الدم حتى مات الرجل فقال الله سبحانه وتعالى بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة فالله سبحانه وتعالى رتب الوعيد على هذا الفعل فدل ذلك على أنه حرام لأن من الأساليب التي يعرف بها التحريم أن يرتب الشارع الوعيد على الفعل قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من أهل النار يعني أن هذا الرجل من أهل النار لعلمه بسوء خاتمته وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من قتل نفسه كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سامرة رضي الله عنه لأن رجلا قتل نفسه بمشاقص يعني بحديدة فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لهذا من باب التعزير وذلك وذلك حتى لا يفعل الناس مثل فعله قال ولهذا قال سامرة بن جندب عن ابنه لما أخبر أنه بشم يعني لما أخبره أنه أكل أكلا كثيرا حتى امتلأ بطنه والإنسان البشمان هو الذي يأكل حتى يمتلأ بطنه فقال له لو مات فقال لو مات لم أصل عليه وذلك لأنه تسبب في قتل نفسه وبناء على هذا فإن هذا الرجل لا يجوز له أن يقتل نفسه لأن هذا الفعل محرم بالكتاب والسنة والإجماع ثم ذكر كلاما عظيما في الفرق بين ما أمر الله به وأحبه وما نهى عنه وأبغضه فقال رحمه الله فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه أو تسببه في ذلك وبينما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم كما قال تعالى لإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي ببيع نفسه ومعنى كلامه هنا أنه ينبغي للمؤمن أن يفرق بين الحالين السابقين وهما أن يفعل ما أمره الله به فيؤدي ذلك إلى قتل نفسه وأن يفعل ما لم يؤمر به فيؤدي ذلك إلى قتل نفسه فينبغي له أن يفرق بين هذين الحالين حتى لا يقع في الظلال ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أنه يهديه للفرق بين مسائل الحق ومسائل الباطل والله سبحانه وتعالى يهدي لنوره من يشاء ثم ذكر ضابطا مهما في معرفة الفرق بين ما نهى الله عنه وأبغضه وما أمر به ورضيه فقال والاعتبار في ذلك بما جاء في الكتاب والسنة لا بما يستحسنه المرء أو يجده أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة بل قد يكون لأحد هؤلاء كما قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بجهل أفسد أكثر مما يصلح قوله والاعتبار في ذلك يعني في معرفة الفرق بين الحق والباطل والهدى والظلال هو الكتاب والسنة فالذي يعرف به الفرق بين الهدى والظلال والحق والباطل هو الكتاب والسنة فما دل الكتاب والسنة على أنه حق فهو حق وما دل الكتاب والسنة على أنه باطل فهو باطل فالعبرة في ذلك بالكتاب والسنة لا بما يستحسنه المرء يعني لا بما يستحسنه الإنسان بعقله وهو مخالف للكتاب والسنة أو يجده يعني يجده بقلبه والوجد هي حالة ترد على القلب تخرجه عن حال الاعتدال أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة أو يراه يعني يجتهد فيه برأيه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة بل قد يكون أحد هؤلاء يعني أحد الذين يعبدون الله بالجهل كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله من عبد الله بجهل أفسد أكثر مما يصلح وذلك الرجل الذي تقدم معنا أنه اجتهد في العبادة حتى أتلف نفسه وضيع الحقوق الواجبة عليه فالميزان الذي يعرف به الهدى من الظلال والحق من الباطل هو الكتاب والسنة وليس الاستحسان العقلي أو الوجد والذوق الصوفي أو الاجتهاد الذي يخالف الكتاب والسنة ولما انتهى من هذا ذكر قاعدة مهمة في تفاضل الأعمال هذه القاعدة سوف نتكلم عليها في اللقاء القادم أسأل الله عز وجل لي ولكم لا التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين